رسميا شركة هواوي تعلن عن سلسلة جديدة بديلة للسلسلة البي الرائدة وهي سلسلة باسم البورا تتكون من أربعة هواتف وهي البورا 70 العادي البورا 70 برو والبورا 70 برو بلاس وعندك البورا 70 إلترا هواتف بإمكانيات قوية في التصوير تصميم رائع مع ميزات خرافية ورغم الحظر والعقوبات إلا أنها تبدع من جديد كالعادة من هواوي لذلك فيديو اليوم سنتعرف على سعر ومواصفة النسخة الأقوى والأفضل وهي البورا 70 إلترا فخليكم معنا لآخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كامل بخير ويلا نبدو على بركة الله من ميزة سلسلة البورا 70 هي التصميم فالتصميم فخم جدا للأمان ففي الخلف رح يكون عندك إطار للكاميرات على شكل مثلث بحواف منحنية يحتوي ثلاثة عدسات عندك عدسة رئيسية كبيرة وعدستان بحجم صغير الفلاش في هذا الجزء عليه كلمة إكس ميجا وهي تقنية خاصة بالكاميرات في الأسفل عندك شعار هواوي خامة الظهر من الجلد مزخرة في شكل مربعات منحني إنحنى طفيف حتى الفريم رح يكون منحني يأتي من الأرمانيوم زوايا الهاتف منحنية يخلي التصميم أكثر فخامة عندك الألوان أربعة فخمة أيضا اللون الفذي اللون الأخضر اللون البني واللون الأسود عندك الوزن 226 جرام أبعادها كبيرة سمكة 8.4 ملي يعتبر نحيف للأمانة يدعم معمارية IP68 بشكل عام أفضل تصميم لشركة هواوي لحد الآن وأنا شخصيا أرى أفضل تصميم في الفئة الرائدة بدون مناس من الميزات القوية في الهاتف هي الشاشة فحوافها رفعة جدا مع ثقب صغير في المنتصف منحنية بشكل طفيف تأتي من نوع LTPO OLED مقاس 6.8 إنش بجودة 1.5 كي بعدد بيكسلات 460 بيكسل لكل إنش تدعم معدل 120 هرتز متغير من 1 إلى 120 تدعم مليار لون تدعم HDR تدعم سطوع 2500 شمعة مع تبقى حماية كونلي غلاس مقاوم للصدمات بشكل قوي جدا يعني بشكل عام شاشة رائعة مميزة في الاستخدام اليومي رح تكون سلسة جدا مع تجربة مشاهدة ممتعة جدا لأنها تدعم مليار لون مما يعني تشبع قوي جدا للألوان مع سطوع قوي تحت الشمس يعني بشكل عام مش رح تعاني نهائيا تحت أي ضروب الهاتف يدعم سمعة ستيريو وهكيد رح يديك تجربة صوتية بمستوى عالي جدا ورح تستمتع صراحة بالصوت والفيديو أما من ناحية الأداء فقد تم تزويده بمعالج كيرين 9010 بمعمارية 7 نانو متر يعمل بنظام الشركة الهارموني OSC 4.2 لا يدعم خدمات جوجل يتوفر الهاتف ب16 جيجا رام مع 512 أو 1 رباية جيجا ذكرة تخزين بهذا العتاد رح يديك أداء قوي في جميع المهام اليومية كاستخدام عادي أو مكثف أو حتى الألعاب لكن بالمقارنة بمعالجات كوالكوم الرائدة فهو ليس الأقوى للأمل ومع ذلك رح يديك أداء قوي مرضي جدا للأمل نأتي الآن لأقوى ميزة في الهاتف اللي ركزت عليه الشركة هي منظومة الكاميرات ففي الخلف رح يكون عندك ثلاثة عدسات عندك رئيسية خمسين بفتحة متغيرة F1.6 إلى F4.0 تأتي بمستشعر بحجم واحد إنش وهذه العدسة قابلة للسحب كأنها عدسة تلسكوب كما تشوف بهذا الشكل تدعم التثبيت البصري والليسر العدسة الثانية خمسين ميجابيكسل وهي عدسة تقريب بتقريب حقيقي يصل لثلاثة فاصل خمسة اكس مع تقريب رقمي رهيب جدا ميت اكس تدعم التثبيت البصري والعدسة الثالثة أربعين ميجابيكسل عدسة للتصوير الواسع صور فيديو 4K 30 و60 فريم وعدسة أمامية 13 ميجابيكسل بفتحة F2.4 صور فيديو 4K 30 و60 فريم بفضل عدسة التلسكوب المبتكرة القابلة للسحب ستسمع صوت ميكانيكي احترافي في كل مرة تفتح فيها تطبيق الكاميرا وهذا رح يديك إحساس بالكاميرات الاحترافي وكتجربة أولية للكاميرات جودة صور خرافية جدا كالعادة من الشركة رح تديك قدرة تصوير خارقة مع جميع العدسات خصوصا عدسة تقريب ومن قدرة التصوير القوية هي وجود مشتشعر ضد الاهتزازات خارق جدا مما يسمح بالتقاط صور متحركة بسرعة عالية كالسيارة السبا وبعدسة التقريب تقدر تلتقط صور سوبر ماكرو بفتحة عدسة كبيرة F2.1 مما يعني كمية ضوء كبيرة ورح تديك صور مجهرية ذات جودة عالية حتى في الإيضاءة المخفضة ومن قدرة التصوير هي جودة الفيديو رح تديك جودة فيديو طبيعي لأقصى درجة فالدينامي كرينج بجودة عالية جدا مع سوبر AIS مضاد للإهتزاز رح يديك ثباث قوي جدا عند التصوير يعني بشكل عام كاميرا سحيرة مدججة بالإمكانيات متوقع أنها رح تكون الأقوى للأمانة في الفيئة الرائدة بدون المناس عندك البطارية 5200 ميلي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 100 وات شحن لاسلكي بقدرة 80 وات وشحن عكسي 20 وات ومن الإمكانيات التي قدمها هاتف البورا 70 إلترا هي الاتصال عبر الأقمار الصناعية المزدوجة كما أن الهاتف يدعم الذكاء الاجتناعي ومن تقنية الذكاء هي تقنية الحد من الضوضاء أثناء المكالمات في الأماكن العامة باقي العتاد عندك بصمة مدمجة أسفل الشاشة عندك شريحة اتصال عندك خاصية الأنافسي وعندك مستشعر الـ IR للتحكم بالأجهزة الكربي الهاتف لا يدعم منفذ السماعات ولا كارة ذكرة خيرج بالنسبة لسعر الهاتف يبدأ ب1350 دولار تقريبا وهذه أسعار بعض الدول العربي بشكل عام هاتف قمة في الفخامة من شركة هواوي بداية من التصميم حتى العتاد ولولا الحضر كانت راح تكون تكتسح الجميع بدون استثناء للأمن يبقى السؤال لكم الخوة وش رايكم في الهاتف والسعر تعوه وهل يعتبر الأقوى أم في خيارات أفضل منه أتمنى تكتب لي رأيك في تعليق كان هذا كل ما لديناه حول هاتف هواوي البورا 70 إلترا في فيديو لاحق رح نديره مراجع عن نسخة البرو البرو بلاس والعادي إن شاء الله في الأخير نتمنى منكم الدعم الفيديو بلايك وإذا كنت جديد اشترك الآن فعل الجرس لأنا مهم جدا بجل الإشعارات توصلك أول بأول ودمتم في رعاية الله وحفظ ترجمة نانسي قنقر